جدا مبسوطين بوجودنا معكم المشاهدين وصلنا لفقرة الصحافة مع الزميل حسام وصباح الخير يا حسام صباح الخير نور كمان صباح عليك روان روان نور صباح للمتابعين بجولة جديدة في عالم الصحافة لجنة الحج العليا أعلنت عن توسيع القبول في مكاتب تركيا والشمال السوري وذلك بسبب ضيق الوقت لرفع الأسماء وأغذي الموافقات اللازمة ووفق ما رصد موقع تلفزيون سوريا فإن اللجنة قررت السماح لجميع المسجلين في موسم الحج الحالي في مكاتب تركيا والشمال السوري بتزديد الدفعة الأولى ضمن المواعيد المحددة والتي نشرتها على صفحتها على الفيسبوك وخصصت المملكة العربية السعودية في المسار الكتروني لسوريا لموسم الحج المقبل نحو عشرة آلاف حاج سوري ونبقى في موقع تلفزيون سوريا وتقرير لعبدالله سكر عنونه بورقة اللاجئين السوريين والعودة الطوعية سلاح السياسيين في تركيا قال فيه إن ملف اللاجئين السوريين أصبح الأكثر جدلا على الساحة التركية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وبدء الأحزاب السياسية بحملاتها الانتخابية وفسر محللون وصحفيون أتراك محاولات الحكومة التركية صحب ورقة اللاجئين من يد المعارضة عبر الإعلان عن إجراءات حكومية تهدف للحد من مشكلة اللاجئين واستعرض التقرير رأي بعض السوريين حول العودة الطوعية والتي أكدوا أن إعادتهم إلى الشمال السوري هو المجهول في حين وصف المحامي غزوان قرنفل هذه العودة بالقصرية إن لم يكن هناك حل سياسي شامل ولجم للعصابات والميليشيات ونزع سلاحها مثل ما شفنا يعني باحة ممكن كان هناك خبر عم نحكي عن عودة الطوعية والمخاء الأخبار هلأ هي الترند يعني على وسائل التواصل الاجتماعي للسوريين بالتركية والإعلام عم يحكي عن هذا الأمر الإعلام التركي والإعلام السوري عم بيسلط وعم بيحكي مو عم بيسلط الضوء خلنا نقول هو خبر بمسل ثلاثة ونصف مليون سوري موجود بتركيا وإضافة للسوريين موجودين في الشمال السوري خاصة عم تطلع صور للمنازل الموجودة فتضارب خلنا نقول متضرب تصريحاتية تصريحات عم بتكون أن نحن رح نرجع في اجتماع اليوم للحكومة التركية برئاسة رئيس تركي الرجيب طيب أردوغان رح يناقشوا ملف إعادة مليون لاجئ سوري بتركيا بالإضافة للمنازل اللي هنين 200 ألف منزل اللي رح يكون بالشمال السوري هاي كلها تصريحات نحن عم نتابعة عم نكون مع أول بأول نعرف التفاصيل وحتى نطمن اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا أنه من هي الفئات يعني إن شاء الله يصرحوا أو ربما يصرحوا من هي الفئات المستهدفة لا تنحيلها يعني ما يكون بشكل غير طوعي لأنه الناس يصير خاف من هذا الموضوع ومثل ما شفنا أيضا ليس فقط على السوشيال ميديا أو حتى بالصحافة التركية والسورية موجود هذا الموضوع حتى على أرض الواقع عم نشوفه يوميا وشفنا بالفيلم قالوا أنه معنومات مغلوطة من 8 مليون موجودة بتركيا وطلع صويلو أكد وطلع صويلو صلح لهم ولأ 8 مليون هنا فيه موجودهم بداخل السوري بمطقة غزن سيدون ودراع الفورات أنه فيه مليون ومص موجود بمكان موكل السوريين موجودين رح ننتقل من ملف اللاجئين السوريين بس رح نبقى بملف الأمم المتحدة والأطفال أكثر من 9 ملايين طفل سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في سوريا هذا الرقم الذي صرحت عنه الأمم المتحدة مؤخرا والذي يعد رقما قياسيا منذ العام 2011 وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن المديرة الإقليمية لليونسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدي الخضر أكدت أنه لا يزال ملايين الأطفال يعيشون بالخوف وعدم اليقين والعوز في سوريا والدول المجاورة ويحتاج أكثر من 6 ملايين طفل في سوريا إلى المساعدة حيث يعتمد نحو مليونين وثمانمائة ألف طفل سوري على المساعدات في الدول المجاورة في حين تواجه العديد من العائلات صعوبات في تلبية احتياجاتها اليونسيف أعربت عن أسفها لانخفاض التمويل الدولي لأنها تلقت أقل من نصف الأموال اللازمة هذا العام عدد كثير كبير اليوم وصلنا إلى 9 ملايين بالسنوات السابقة يمكن كان أقل ولكن بحاجات أخرى بعيدة عن المساعدات الإنسانية موضوع التعليم موضوع يمكن كفالة اليتيم وحتى موضوع العمال اللي كنا نشوفه بداخل سوريا وحتى بخارج سوريا خاصة أنه التمويل يعني الأرقام اللي بدون إياها الأموال اللي بدون إياها لإغاثة خلينا نقول الإغاثة هي ليست شيء إغاثية هي أموال قلت للنصف وكان قبل للتصريحات السابقة أنه بسبب جاء أحد كورونا وتبيعات جاء أحد كورونا ولكن هلأ بحاجة هنا لما يقارب 19 مليون دولار بشكل عاجل وفوري لتأمين احتياجات الأطفال خلينا نقول على الحدود الشمالية لسوريا لأنه الموضوع ممكن ما بيقتصر حسام على أنه تأمن هذا الدعم لهذا العام يمكن لأنه في شيء متواصل سواء على مستوى المساعدات الإنسانية أو حتى كفالة يتيم أو حتى على مستوى التعليم والاستمرار جلسة العريب المشاريع هاي أكيد ما فيك تكفل طبعا هاي تتركوا بعد سنة هاي تصريح هاي اللي عم تظهر وتطلع قبل مؤتمر بروكسل هم مؤتمر المانحين للاجئين الموجودين لاجئين سوريين وخاصة بعض الدول من هداك العام أنه اللي تكفلت بتمويل بعض المشاريع أو بتقديم أموال ما التزمت بتقديم المنحة الكاملة أو الرقم الكامل رح نطلع من الأمم المتحدة للرقا لمدينتك نشوف شوف الأخبار عن مدينتك لمواجهة ظروف الحياة الصعبة وضمن إطار مبادرات التكافل الاجتماعي يعتمد جزء من أهالي المدينة على المبادرات الخيرية التي يمولها أبناؤها وخصوصا المغتربين منهم تقرير لعبدالله البشير في صحيفة العرب الجديد صلت الضوء على هذه المبادرات والتي تشمل المجال الطبي والغذائي وخاصة للنساء والأرامل المحتاجين وتحصل المبادرات الخيرية على الدعم من أصحاب الفعاليات التجارية والشخصيات الاجتماعية والحقوقية في الرقا والمغتربين أيضا ومنها ما كان مخصصا لشهر رمضان فقط ومنها ما يستمر طوال العام هذه المبادرات تخفف بعضا من مصاعب الحياة التي يعيشها سكان المدينة قد نشكر هذه المبادرات بالفعل العالم ليس فقط في الرقا بكل محافظات السورية الوضع صعب الراتب ما بيكفي شيء وحتى فيه تضحوم وفيه غلاء بكل شيء فأحد الأسر قالوا لي أنه إحنا إذا بنا ناكل فروج مع رز لعيلي بدنا شيء خمسين ألف خمسين ألف ما فيه أي حدا بقدر أمن هذا المبلغ فأكيد من شكر هذه المبادرات لأنه قد تفوت على بيوت أهلنا بالرقا وحتى باقي المحافظات وتساعدهم بهذا الوضع نحن كان كثير عم بيأكد على كلمة المغتربين مغتربين شو مشانك؟ أنا أنا مغتربين؟ أتسكري المبادرات هو أكيد يعني يعني المغتربين الموجودين حتى اللاجئين سوريين فما بيدعموا بشكل مباشر هذه المبادرات فهنم بيدعموا أهل الموجودين بالداخل السوري حتى لو الجزء بسيط يعني ممكن إحنا هون خمسين دولار ومئة دولار كما تساوي شي عامل لكن بالداخل فعلا فيك تشيل علم مدة شهر صحيح صحيح بالإضافة أنه لافت بالأمر أنه هي أربع جمعيات خلينا نقول أو أربع تنظيمات هي أو منظمات خدمية اجتماعية عم بتقدم للنساء الأرامل وأيضا للمحتاجين الأكثر ضعفا كانت خلال شهر رمضان ولكن تنتيم منها فقط خلال شهر رمضان والجمعيتين أو خلينا نقول النظامتين مستمرة طوال العام سننتقل من الرأة إلى أوكرانيا رئيس أوكرانيا يمنح كلبا أوكرانيا وساما لمساهمته في الكشف عن الألغام حيث نال كلب أوكراني شهير يدعى فاترون وصاحبه وساما من الرئيس الأوكراني بلودمير زينليسكي تقديرا لخدماتهما المتفانية منذ الهجوم الروسي وذلك بعد تمكن الكلب من الكشف عن المتفجرات والغام باستخدام حاسة الشم وأفق ما رصدت صحيفة انديبنتد عربية فإن الكلب تمكن من اكتشاف أكثر من 200 عبوة ناسفة والحيلولة دون تفجيرها منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا وأصبح بذلك رمزا للوطنية الأوكرانية وإلى تويتر وأيلون ماسك وصفقة شيرائه للشركة تقرير في صحيفة الغد الأردنية بعنوان الطائر الأزرق بقبضة ماسك فكيف سيغدو بعد الصفقة الجديدة أشار التقرير إلى أن صفقة الشراء هذه تمثل تغييرا في خريطة ملكية الشركة فبعد أن كانت عامة أصبحت شركة مملوكة لفرد الأمر الذي لا بد أن يصاحبه تغيير في السياسات العامة للشركة ككل وشكلها ومحتواها ويتبقى خبراء أن تطرأ تغييرات في طريقة إدارة المحتوى على تويتر وربما ستضاف خصائص وتعديلات جديدة خاصة أن تويتر من منصات وسائل الاتصال الاجتماعي التي تعد ذات ثقل إعلامي وأن يمتلكها الرجل الأكثر ثراء على وجه الأرض لابد أن يكون له أبعاد وتأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وحجم هذه التأثيرات سيتضح مع الوقت نتأملين كثير بموضوع تويتر والتغيرات لأنه ما صار أساسا بشكل مفاجئ هو حافظ يمكن على التغيرات لصارت آخر شيء موضوع التعديلات وما شابه ولكن في كثير أمور كان في تساؤلات كبيرة عنه موضوع العاملين رحيب وما رحيب والسياسات ممكن الإدارات الكبيرة تتغير في حمال كثير كبير الإدارات تتغير ولكن الخوف شكل تويتر العام إذا رحيب أو ما رحيب ممكن يتغير شكل تويتر العام ولكن الخوف من بعض المستخدمين تويتر خاصة أننا نعرف أن تويتر هي منصة للاعالميين والسياسيين وصناع القرار فهي منصة جدية ولكن رح يكون في تغيير بالخوارزميات حتى ممكن أن يكون حتى موضوع للمتابعين مفتوح أكثر هلأ ما في أي تصليح ولا في أي شيء شو هي التعديلات الممكن تصير بس أنا قلت قبل هالمرة أن أنا حابة تويتر يضل مثل ما هو محافظ على جديته ومصداقيته لنقل المعلومية غير وسائل تواصل الاجتماعي الأخرى إنستجرام ولا فيس إنه فيك يعني تكون نشر الإشاعات ممكن تستخدمها للصور للفيديوهات بس تويتر بيكون أكثر رزيب بابط هاي الأمور بشكل أو بآخر هاي كانت جولتنا لليوم بلقاكم بكرة بأخبار جديدة وجولة جديدة